ازاي تقدر تصلح ناطق اين في دي ايه للتاريخ والوقت احيانا اين في دي ايه لما بيجي ينطق الساعة بيقولك مسلا لحديقة عشرة صباحا بي ام اول حديقة عشرة مساء اي ام العكس بالزبط واحيانا لما يجي ينطق التاريخ تلقيه بينطق التاريخ بالمقلوب الشهر الاول وبعدين اليوم وهكذا واحيانا السنة ازاي ان يصلح ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب الاخبار يا رب اكونوا بخير انا احمد سامي والنهاردة انا جاي اشرح لكم حاجة تخص الان في دي ايه اتسألك كتير جدا 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 في المجمعات التقنية ويا ما ناس ردت على اجابات عجيبة للموضوع وحلول فضيع يعني مع ان الموضوع صحيح جدا وهو زي ما انا قلت في الانترو بتاع الفيديو احيانا الان في دي ايه بينطق التاريخ غلط والوقت غلط هو الاتنين يعني هو مسلا مش 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 اما تاريخي اما الوقت لأ الاتنين بينطقهم غلط اوكي فزي ما انا بقول كده بيقولك مسلا الوقت صباحا ويقولك بي ام العكس تماما يقولك مسلا مساء و اي ام او يجع تاريخ ينطق الشهر الاول وبعدين ينطق اليوم مع ان مثلا انت ممكن تكون عامل ام في دي ايه بالعربي لكن برضو بينطق لك الحاجات ديات انجليزي طب ليه الجو ده الاول خلينا نفهم المشكلة وبعدين نشأ نفهم نحلها ازاي بمنطقة البسطة اللي خلقها ربنا هي المشكلة دي بسبب حاجة واحدة بس وهي ان انت بتنزل الويندوز انجليزي خلو فهو الويندوز بيبقى نايزل متزبط على اساس الستايل الغربي او الستايل الامريكي بازاي فبتلاقي عندك كل حاجة مزبوطة على الشكل الامريكي تمام يعني ايه برضو الكلام ده يعني انا وانا بعمل الويندوز لما اخترت اخترت ايجيبت في الكانتري بتاعتي او الدولة بتاعتي ايجيبت مصر لكن بقيت الحاجات لازالت يو اس فهو كل الموضوع ان انا بقول له لما تيجي تعمل فورمات للتاريخ او تظهر للتاريخ بيتظهره بشكل يو اس هو بيعمله منه لوحده لازم انا اقول له خليهولي عربي عشان يخليهولي عربي بس هو ده انا ما اضمر فيه طب نعمله ازاي بقى ويندوز و اي عشان افتح الستاتنج تاب وابدع اقلب لحد تايم عند لانجوج اول وقت واللغة وهاختار او المنطقة بالتاب هنا بيقول لك ريجونال فورمات كورنت فورمات انجليش انتستيتس انا هدور انا اختار ارابيك ايجبت هنا بيقول لك ايه ان فيه شوية برامج محتاج تتفتح او تتقفل عشان بس تلاقي الفورمات دا يتغير طبعا خلينا اقول لك ان انت لو مش ضايف اللغة العربي بتاعتك مش هبان هنا اوكي يعني لو انت لو انت ما عندكش الكيبورد العربي مش هبان نجيب الكيبورد العربي ازاي بدلا ما نختار ليجي حنختار date and time او التاريخ والوق وتقلب بالتاب لا مش هنا لانجوج خلينا في لانجوج او اللغة او هنا هنا دي اللغات اللي عندي فانت لو خاتبالك ان في الريجين ظهر لي التلاتة دول ظهر للانجليزي والايطالي والعربي لان او ما دولنا مثبته هنا هنشوف التاريخ كده الحادية عشر صباحا وسبعة واربعون دقيقة الحادية عشر صباحا وسبعة واربعون دقيقة الثامن من سبتمبر الفين وعشرون الثامن من سبتمبر الفين وعشرين زي ما انت شايف كده المشكلة تحلت بشكل جزري دلوقتي بقى التاريخ بيتعرض صح وكل ده بيتعرض صح خلي بالك ان ده برضو بيصلح التاريخ معك في البرامج يعني لو في عندك برنامج معين او في اي حاجة بتتعرض بالتاريخ ده تمام؟ لو انت مش مزبط دي هتلاقي ان انت لما بتخش مثلا على مواقع معينة لما بتخش على برامج معينة تلاقي ان التاريخ بيظهر عندك بالشكل ده لو الشهر وبعدين اليوم وهكذا باللي هو الامريكي اللي انت عارفه ده بالتسمية العجيبة بتاعتهم شوية دي اما انا ده هيخليهولك بالشكل الطبيعي بتاعك من غير ايه مشكلة؟ خلي بالك لو فتحت مسلا حاجة زي النوتباد وقلت له هنا تايم سلاش ديت اهو زي ما انت شايف صفر ثمانية صفر تسعة الفين وعشرين يعني كتب هالي بالزبط زي ما التاريخ بتاعي مكتوب او زي ما احنا متعودين على التاريخ في الاماكن العربية بتاعتنا اتمنى يكون الشرح ده مفيد ليك لو عجبك يا ريت ما تنساش تضس لايك للفيديو او اعجاب عشان بس الالجرزم بتاعت يوتيوب او الخارزمية بتاعته تطلع الفيديو الادام وقدر اعملك فيديوهات تاني وكمان ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة واتفعل زر الجرس او لعندك اي سؤال او اكتراهات يريد تسبولي في التعليقات